ما زال حزب المؤتمر هو محور التجاذبات السياسية في اليمن وكل طرف يسعى الى الضفر به اجد المسجدات في هذا الشأن هي دعوة الرئيس هادي ورئيس حكومته احمد عبيد بن دغر الى المصالحة مع الحزب وقياداته وهي دعوة تحمل في ظاهرها محاولة لسحب المؤتمر وثقله البرلماني الى مربع الشرعية كما يرى مراقبون وفي باطنها طي لصفحة صالح ومحاولة تثبيت الرئيس هادي في قيادة دفة الحزب كونه المناطب القيادة حسب ادبيات الحزب ولوائحه الداخلية لكن الدعوات التي اطلقت مؤخرا اصبحت مثار تساؤلات كثيرة حيث يعتبر البعض تجاوزا لمقتضيات العدالة الانتقالية ذلك من جهة ومن جهة اخرى يتساءل البعض كيف يعفى عن من لم يعترف بالشرعية اصلا فما زال الكثيرون من قيادة الحزب سواء الذين في الداخل او في الخارج غير معترفين بشرعية الرئيس هادي ثم ماذا تعني عبارة احمد علي منا ونحن منه اهي محاولة لتصدير نجل المخلوع الى المستقبل وهو المشمول بعقوبات مجلس الامن الخاصة بعرقلة التسوية السياسية في اليمن وما هو الرابط بين احمد علي وحزب المؤتمر فالاخير كما هو معروف لم يكن ضمن قيادات الحزب ام ان ارث الجاهلية سيطغى على المبادئ الديمقراطية وادبيات الحزب وسيرث الرجل تركة ابيه ضمن صفقات سياسية معينة خصوصا وان بعض الاخبار تتحدث عن سعي حتيث لاسقاطه من قائمة العقوبة الواضح اذا ان هذه الدعوات ليست ببعيدة عن الترتيبات الاخيرة في المشهد السياسي اليمني وتقاربات بين بعض الاحزاب واطراف اقليمية وعلى ما يبدو فهناك مشهد جديد يجرى الاعداد له وعلى نار هادئة